دعات مفوذة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي السعودية اليوم للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمت هن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد وحدد نشطاء أسماء عشر السعوديات محتجزات وعبروا عن مخاوفهم من أن يواجهن أحكاما قاسية وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن النيابة العامة تعد لمحاكمة المحتجزات اللائق قالت منظمات حقوقية إنهن ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة وذلك بعد استكمال التحقيقات تصريح باشلي جاء في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم اسمحوا لي أن أعرب عن قلق إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي على ما يبدو وسؤل معامل المزعومة أو التعذيب ضد العديد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إن اضطهاد النشطاء السلميين يتناقض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة المعلنة في البلاد لذا نحث على إطلاق صراح هؤلاء النساء